بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله صباحكم أيها المشاهدين العزاء والمستمعين عبر برنامج قهوة الصباح ألتقيكم في كل اثنين من كل أسبوع وأصبح الشعب العماني وتمنى لهم كل الخير على كل الجهات الحكومية والشعب العماني والقطاع الخاص والعاملين والمتطوعين في الأنشطة والبرامج المختلفة لدعم الأشخاص ذو اللعاقة والسامعين أنا اليوم سعيد جدا بسبب أن هنا الدعمين والأشخاص في سلطانة عمان والاهتمام بذو اللعاقة وتقديم كل المساعدات أشكر لهم واجه لهم كلمة شكر الحمد لله رب العالمين أيضا نحن في استضيف أشخاص صم مختلفة للمهارات والمواهب ولديهم حماس كثير يحب أن يظهر من مهاراتهم وقدراتهم على المستوى الوطني والإقليم والعربي الآن معنا ضيف موسى السرحني ما شاء الله عليه هذا موسى أول أصم مصور في التلفزيوني أيضا لديه مواهب وأنشطة ومختلفة ليس فقط أنه مصور أيضا منتاج ومصور فيدو وصور فوتوغرافية ومختلفة أيضا تصوير تقارير في التلفزيون سلطنة عمان أنا طبعا فخور بهذا الشخص الأصم موسى السرحني لديه السلام عليكم الأخ موسى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير أخي سلطان أنا سعيد جدا بتواجدي هنا في هذا البرنامج وأنا تحدث في لغة الإشارة وأيضا أشكر كل المترجمين في هذا البرنامج لديه سؤال للأول أخي موسى كيف كانت بداياتك وحماسك في هذا التصميم والمنتاج في هذا العالم هل أنه فيه شخص كان علمك أو دربك أو كان برغبتك أو درس في جامعة فما هو كان شعورك عند هذه بداياتك نعم أنا ولدت أصم أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أيضا في هذا اللي قبل لا أبدأ بكيف أنا كانت بداياتي في عالم التصميم كان والدي حمود السرحني أشكر كل الشكر على أنه داعم لي في هذا الجانب في فترة الشباب كان أنه عنده كاميرا ويصور فقط أنه أيضا ليس أنه كان يصور بكثرة فقط أنه يشترى الكاميرا في أوقات أو مناسبات ويصور ويخلي الكاميرا يتركها في المنزل فأنا شاهدت هذه الكاميرا فبدأت أن أستخدمها وكيف يكون استخدامها وبدأت أن أصور ما شاء الله يعني كيف كانت الصور قديمة والتصوير كيف كان شعورك عندما تشاهد هذه الصور كان والديك يعطيك هذه الصور حلو ممتاز بعد ما كان هذا ويش كانت بداياتك معها بعد هذه الخطوة في أول في الزمان كنت أنا أفكر وفي أيام الدراسة لأنه وصل عمري في سن العشرينات أني أرغب في أني أصور بعدني وين أنا أروح أن أذهب للعمل هل أني أنا من مهاراتي من مواهبي فكرت أني أشتري حاسب آلي بعد ما أصوره يكون فيه إنتاج للصورة فأخذت الكاميرا كاميرا عادية كانت وأصور فيها هذه الكاميرا صورة عادية في مناظر أشخاص وبعدها أن أفرغ هذه الصور في الحاسب الأهل وأشاهد أن الصور بجودة عالية وواضحة وأيضا في دواة كنت أصور في دواة ثواني أقل من دقيقة بسبب أن كانت المساحة لدي بسيطة في الحاسب الآلي وأيضا في الكاميرا وأشاهد أن التصوير حلو وواضح بجودة عالية فبدأت أن أشتغل على الإنتاج فنبدأت لشعور أني أنا أمارس هذه الموهبة وأدخل في هذا العالم التصميم وأبدأ أن أبحث وأبحر فيه كيف أنه يكون العمل فيه وبعدها أني ذهبت أني أشتغل في شركة معينات الإنتاج تدعمني نمي من تحت ظني وهذا فكان في هذا سمعت أنه في أيضا أشخاص الصم أنه في اللقنة الدينية أنهم أندمج معاهم وأصور فعالياتهم وأنشطتهم وبرامجهم فكانت أخذني الوعظ للأصام هلال العامري أنه نصور الفعاليات اللي هو يقيمها المحالات في مختلف ولاية السلطنة والإنشطة والمخيمات الخاصة بذوي ألعاقة السمعية فتم تكريمي من قبلهم وبدأ الشعور ينبت يوما بعد يوم في كانت أخطاء ولكننا تعلم من أخطاء التعديل الصور في الإنتاج أيضا وبدأت أن أمارسها يوم بعد يوم بعد يوم تصميم أيضا في حضور المعارض والمشاركات الذي يخوضها الأشخاص الصم وكانت تنشر وكان بدأ في سلطانة عمان أنه يعرفوني بدأ الأشخاص الصم في دول الخليج في الوطن العربي يسمع عني وتنتشر صوري وقالوا أنه من هذا الشخص الذي هو يصور وينتج هذه الصور الخاصة بالأشخاص بذوي ألعاقة السمعية فكانت جيدة والحمد لله مارست هذه الموهبة يوم بعد يوم وأخذ مع الأشخاص الصم لأن بأشخاص الصم التركيزهم أكثر على النظر وتحديد الصور لابد أنها تكون واضحة وكانت الانتقادات من الأشخاص إيجابية وأنا يزاد حماسي أكثر وأكثر وأن أتطور من هذه الموهبة وأيضا أن كيف أنا أصور وأيضا أن يأخذ هذا التصوير في التلفزيون أو في تقرير الأخبار سلطنة عمان فكان يأخذ المترجم سعيد البداعي يقول الصور والفيديوهات لا مشكلة أجيبهن وأنا سوف أن أنشر هذه الفيديوهات فأنا اتفاجات بصراحة أن كيف أنا أصم ويظهر إسمي في التلفزيون وهل هذا ممكن أو لا فبعد هنا في الهيئة أيضا أشكرهم على إظهار الموهبة عندي في الأخبار وفي التقارير الأخبارية التي تبث ومشاركات في الأشخاص وإلعاقة ما شاء الله يعني شعور وبداياتك كيف كانت وأنا أنعجبت بهذا الحماس يعني شخص فيه شخص أصم مثلك والصبر وواجهت تحديات كثيرة ومارس هذه الموهبة يوميا ما شاء الله عليك الله يحفظك سؤال الثاني بدأ التصويرك في الإنتاج أيضا يكبر يومين بعد يوم بدعمين من أثرتك وأيضا من الأشخاص الصم كانت بدأ بداياتك مع اللجنة الدينية وكانت أعمالك تطوعية لأشخاص الصم بسبب أنه دعمهم والارتقابة هذه الفئة كيف كان هل أنه في عندك تعاون مع جهات حكومية في التصميم مؤسسات أو الشركات أو فقط أنك تشتغل وتمارس هذه الموهبة وحليك نعم هذه ارتباطات مع ثلاثة جهات للجمعية العمانية وهو العاكة السمعية أيضا في اللجنة الدينية وأيضا في معهد التواصل للتدريب أن أعمل معهم بشكل مستمر بسبب أن أنا أعرف شعورهم وهذه الجهات هي متخصصة بالأشخاص الصم وفعلياتهم وأنشطتهم وكوني أن أنا أصلم أعرف ما هو شعورهم وما هو يحتاجون من تصميم للفيديو والصور وكيفية تعديلها كيفية تعديل مثلا لغة الإشارة الحروف الأبجدية الأرقام أيضا بعض الإشارات التي هم يحتاجوها لنشرها للمجتمع أيضا كيفية مثلا في إعداد الإعلانات والأخبار لهذه الفئة سواء كأشخاص الأطفال أو الشباب أو أيضا للكبار السن وأيضا إذا كانت في لدينا فعالية معينة أو محاضرة يتم تصميمها من قبل وأيضا لحضور هذه الفئة للمحاضرة وأيضا في جانب أيضا في الطبيعة أن أنا أصور الطبيعة وفكر كيف لدي أمال وطموحات أن أصور الطبيعة وبعدها أن أنتج هذه الصورة تكون بجورة واضحة وتكون واضحة وأن أشارك في مسابقات ممكنة وممكن مثلا إذا كانت تكون بالألوان أو تكون بالأسود والأبيض أزيد لديها مؤثرات أخرى أيضا تعديل أو أيضا إعداد برنامج إعلانات في شهر رمضان لأشخاص الصم وهاي كانت كله من تصميمي لهذه الفئة وهذه الفعاليات والإنشطة والخطة السنوية للجمعية وأيضا للجنة الدينية في الجمعية أيضا مثل يكونوا في فرق التي هي مثلا تطوعية يطلبوا مني تصميم في دروع أو في هدايا التذكارية أيضا لديه في مشاركات لديه سؤال هل شاركت مشاركات في عمان أو في خارج السلطنة نعم في عمان وفي خارج لديه مشاركات في مصر في ملتقى كان هناك أيضا في الكويت أيضا في تونس كلها ملتقيات ومؤتمرات خاصة بذوي الإعاقة والإعلام وذهبت إلى هناك أن أصور هذا المؤتمر وأنه يتم إعداد تقريب في تلفزيون سلطنة عمان في هذا التصوير هل بعدها أنه تم نشرب في قناوة التواصل الاجتماعي أو في التلفزيون أيوة كان في قناوة التواصل الاجتماعي في اليوتيوب في الإنستجرام في تويتر الخاصة بالجمعية والخاصة به وأيضا في تقارير الأخبار التلفزيون سلطنة عمان ما شاء الله يعني إلى تصوير شخص أصم وفي تقارير أخبار تلفزيونية ما شاء الله عليك يعني جهود جبارة في هذا الجانب تعاونك مع اللقنة الدينية وفي الجمعية العمانية والعاكس السمعية وأيضا المعهد أن هذه الجهات هي خاصة بالأشخاص الصم وأنت طبعا معهم بسبب أنك تعرف شعورهم كيف وهم احتياجاتهم وما هي كيفية النظرة تكون في هذه التصميم بسبب أن الناطقين وإنت تندمج معهم يحتاج وقت طويل إلى ما هما يحتاجوا في هذا التصميم ولكن في هذه الفئة أشكرك جزيل الشكر في هذا الجانب في التصميم هل كان فقط تصوير الفيديو وأيضا هل بأعمال تطوعية أو في كانت تجارة كانت لأعمال هذه اللي أنا أصورها خاصة للأشخاص الصم تطوعية بسبب أن أرغب وأطمح أن أطور وأظهر للمجتمع هذه الفئة ما هي تقدمه وما تندق من إنشطة ومهارات وبرامج الله يآجرك في دعمك لهذه الفئة سؤالي التالي ممكن أنك تكون قادر أنك وحدي أنا أكون في هذا أو أنك تنقل هذه المهار لأشخاص الأطفال الصم أو في المدارس أو في الكليات أو ممكن أنك تدرب لأشخاص الصم على هذه الموهم نعم أنا جاسة الآن نعد خطة كيف أن أجيب أشخاص لهم لديهم حماس ولديهم رغبة في هذا الجانب في هذا الجانب كيف أنهم مهاراتهم وأنهم يرتقيوا ويطوروا أيضا ويدعموا هذه الفئة وكيفية تعديل الصورة وكيفية انتاج الفيديو والتصوير وبعدها دمك عدة فيديوات ويخراجوا بالشكل المطلوب والحلو تمام وين ممكن أن يكون مكان التدريب ممكن يكون فيه محطة وصل للتدريب أو ممكن في الجمعية العمانية دول العاقة السمعية وصلنا الآن لنهاية الفقرة كلمة شعور آخر طموحاتك ترغب في تحقيقها في المستقبل لتحمس الأشخاص للصمع نعم لديك حلم أو آمال أن في المستقبل أرغب ويكون شعوري أن أكون فريق من دول العاقة السمعية أنهم متخصصين في هذه أو تكوين الشركة في أعمال المنتج والتصوير وأنهم يكونوا منافسين أيضا لأخواننا الناطقين ويكونوا معنا مترجمين ويكون شركة كلها من دول العاقة السمعية ويكون أيضا مسؤوليها من أشخاص الصم أشكر الأخي موسى على شرح هذه الموهبة والمهارة وكيفية بداياته ودعمه لأشخاص الصم وفي مجالات مختلفة أنا طبعا فخور جدا بهذا الأشخاص الصم يعني حصل قلة في أشخاص الصم مثل هذه الموهبة فمثلا بعض الأشخاص يقولون إحنا ما عندنا وقت نحتاج مثلا مبالغ أو حاجة فالآن أخي موسى أنه دعم هذه الفئلة الارتقاء بهم على مستوى كبير في هذه السلطنة في نهاية البرنامج أشكر أخي موسى أشكرك أخي السلطان على استضافة في هذا البرنامج قاوة الصباح في نهاية البرنامج أشكركم إن شاء الله نلتقيكم في السبوع القادم ومع ضيف آخر وموضوع آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة